اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 جعل الكثير من ضباط النظام السوري يفكرون في التراجع عن دعم النظام وتأييد الاحتجاجات فبدأت الانشقاقات داخل صفوف الجيش السوري تتولى تباعاً لكن المفاجأة في تلك الانشقاقات حينما تم الإعلان عن انشقاق أول امرأة علوية بزي عسكري عن صفوف الجيش السوري فما قصة تلك المرأة وأين اختفت؟ مع بداية اندلاع الاحتجاجات السورية في العام 2011 وبينما يعلن الضباط السوريون انشقاقهم عن صفوف الجيش خرجت امرأة بزي عسكري خلال مقطع فيديو مصور تدعى زبيد الميقي وتنحدر من الجولان عرفت نفسها على أنها ضابط في صفوف الجيش السوري وأنها كانت تخدم في المديرية العامة للتجنيد بدمشق لتعلن انشقاقها عنه وتكون بذلك أول ضابط امرأة تنشق عن صفوف النظام السوري قرار الانشقاق عن صفوف الجيش السوري جاء بعدما شاهدت زبيد بنفسها الدمار في مناطق كثيرة في دمشق وما يحدث للأهالي من تهجير فمسقط رأسها الجولان وصفته بالمباع واعتبرت النظام السوري خان شعبه بارتكابه الكثير من الوقائع ضد الشعب كل تلك الأسباب دفعت زبيد للانشقاق المباشر عن صفوف الجيش السوري والتي اقتنعت بشكل ثامن أن الاحتجاجات السورية ومطالب الشعب السوري هي الحق ورأت الميقي أن الأزمة الجارية في سوريا هي بين ظالم ومظلوم وبين أزناب النظام والشعب وفقا لما قالته خلال مقطع الفيديو وحسن زبيد العسكريين السوريين إلى الانتصار من أجل الاحتجاجات السلمية وبمساعدة المعارضة السورية تمكنت زبيد من الهرب إلى تركيا حيث وقدت قبل الهروب حوالي شهرين في سوريا أشرفت ودربت خلالهما من أربعين إلى خمسين متطوعا في الجيش الحر لا يمتلكون خلفية عسكرية عن كيفية التعبئة والتصويب وغيرها من التقنيات وحول موقف عائلتها بعد الانشقاق أوضح الزبيد لقناة العربية أن عائلتها تعرضت للمدايقة من قبل النظام بعد فرارها من الخدمة العسكرية وأن منزلها تعرض للمداهمة كما أن أحد إخوانها تعرض للترد من عمله في مدرية الصحة في القنيترة على إسر ذلك أما عن الوضع داخل الجيش السوري حينها فكشفت تلميق في حديثها مع العربية أن إدارة التجنيد تسعى منذ بداية الأزمة إلى اجتذاب أكبر عدد ممكن للالتحاق بالخدمة العسكرية حيث قالت إن هناك انشقاقات كثيرة داخل صفوف الجيش السوري بمختلف الرتب العسكرية وهو ما دفع السلطات إلى الإعلان عن الاستدعاء للإحطياط مرات عديدة خلال الثورة وما قبلها بأعوام وقد شكلت الانشقاقات في معظمها ما عرف بالجيش الحر ومنذ هروب الميقي إلى تركيا واختفت تماما فلم تظهر في أي وسائل إعلام كما لا يتوافر عنها أي معلومات جديدة